في إطار اهتمام الدولة بدعم المشروعات الخاصة بالثروة الحيوانية والزراعية بما يعود بالإجابة على تعزيز الانتاج في اللحوم والألبان والمنتجات الزراعية رئيس عبد فتاح السيسي اليوم في اجتماع لعرض تطورات تنفيذ عدد من مشروعات الأمن الغذائي خاصة تنمية الثروة الحيوانية وده بيتضمن جهود تطوير أسلالات المصرية للثروة الحيوانية بما يعود على تعزيز انتاجها من اللحوم والألبان الرئيس السيسي يوجه بتوفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين وعلى رأس ذلك سرعة الإعلان عن سعر ضمان لتوريد الظرة وفول الصوية وعباد الشمس بهدف زيادة الإنتاج من هذه المخاصيل